ترأس الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التشاورية الثامن عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم في العاصمة السعودية رياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيزة لسعود ولي العهد النائب الأول لرئيس منجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقد تم خلال الاجتماع بحث مجموعة من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها تعزيز العمل الأمنية المشترك وتحقيق الأهداف التي تسعى عليها دول المجلس في حماية الأمن والاستقرار وكن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية خلال الاجتماع همية تضافر الجهود والتسيق المواقف لتعزيز الأمن الخليجي المشترك تنفيذ لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي للمحافظة على أمن واستقرار دول المجلس وسلامة مواطنها رفعين الشكر والتقدير لقادة دول المجلس على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام سعيان لتحقيق تطلعات مواطنية دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل ترجمة نانسي قنقر